نبدأ بقى المشهر السادس اللي هو الطبيعي اللي المفروض بيبدأ اياكل فيه بالضبط احنا احنا نقول معلومات عمل طبعا دي جداول ياريت الناس كده اتصورها اه هتصورها وهتنزل على صفحة من القلب القلب على الفيسبوك ان شاء الله هي الفكرة كلها هو اقتراحات في الاكل احنا بس عادين انا دايما بقول ايه انا بدي اقوماش وانت فصلي انا باكل لحمة في واحد باكلش في واحد باكل سمك تاني باكل لكن النصاح العامة ان انا الاكل بدون ضغط الاكل بالمعلقة مش بالردعة او بالبرونة الاكل مهروز مضروب فرخلات تماما في الاول وبدوى الطفل الاكل من 3 ل 5 تيام عشان اعرف بيحب الحاجة ما بيحبهاش بيعايز النوع ده مش حاوز وعنده حساسية منه مش عنده وابدأ ازود كميات الاكل الكدريجية حسب احتهاد الطفل ودايما بنقول معلومة مهمة انا هتلاقي مثلا مكتوب تفاح وموز لكن انا بفضل دايما ان انا ابدأ بالخضار لانو الطفل بيحب الخضار بيأكل كل انواع الاكل التاني هيكل فاك ويأكل الحكوم ويأكل كلها يبقى بطاطس وكوسة البطاطس والكوسة والجزر وحاجة طب بطاطس تمام الامساك وكوسة تمام الاسهال نعمل توازن ازاي ايه بصي هو ده طبقع يعني هو لو بيأكل بطاطس على طول هيجيله امساك ولو بيأكل كوسة على طول هيجيله اسهال لكن هي الفكر حتى انا ما بابدأ نبدأش بطاطس وكوسة لازم بطاطسة واحدها 3 ل 5 تيام وبعد كده كوسة واحدة كده جاله امساك خلاص مش لازم مش بالضرورة اه مش بالضرورة يعني هو هيكل واجبات تانية ممكن حاجات تانية ايه وحنا قلنا ايه يعني هنبدأ بواجبة نزود بعد اسبوعين واجبة بعد اسبوعين واجبتين وهكذا تمام تمام كل اسبوعين نزود واجبة الشهر اللي بعده بقى الشهر الممنوع اه هتلاقي بقى نفس الكلام برضه الاكل لازم كل ما بنكبر كل ما بنزود قوام الاكل شوي انا خلاص انا أكلت البطاطس كانت محروفة خالص كانها سائلة نخليها ملحونة نسبة بسيطة في السابع نتخنها شوي بالضبط كده وحسب تقبل الطفل بنيدي الكميات كمان برضه عندنا ممكن في الشهر السابع دخل ايه البروتينات انا قلتنا نبدأ باخدار وفاكهة وممكن السيريال ماشي لكن بعد كده ممكن ادخل البروتينات بس البروتينات دي حسب ما نشوف الدكتور بقى لانه لو الدكتور ده شاكك انه عنده حسية قلبان يبقى نفعش اديه مثلا بيض لكن ممكن ابدأ مثلا فراخت وهكده طب صفار البيت بس ما يفعش البيت ده كاملة لا البروتينات الموجود في بيئات عالي ويبقى حاملة على كلا الطفل عشكي ابني دي من بعد سنة يعني حتى برضه ده يخلينا نقول لي ممنوعات حاقع حولتك بتقوله عالي على كلا الطفل يعني الاكل الغلط ممكن يسبب مشاكل لك الكلا بتاعت البيبي طبعا فاشل ظهار اللي بيأكله وكده يقولك ده انا مأكلة بين سينايا ضرب عشور كل الاكل اللبن المنتجات ممكن يعمل نقص كالسيوم شايف الناس اللي فاكرة اللبن بتزود الكالسيوم الزبادي على 40 يوم الله خليك ممكن يعمل نقص كالسيوم ممكن يعمل لو طفل عنده حسية ممكن يعمله تأخر في النمو بتاعه لو عنده حسية من الايه من الالبان وهكذا يبقى صفار البيت ده باستشارة الطبيب لا البروتينات بالذات استشارة الطبيب والرز مهروس للنشويات بصي توازن ايه يعني فيه فاكهة فيه خضار فيه بروتين بعد استشارة الطبيب وفيه السيريال اللي هي او ايه الرز والسيريال اللي هي بقى فيها نسبة ايه نشويات علي لكن ده مش رز بتاعنا مش الرز اللي احنا عمليه ينفع رز بتاعنا مطحون ما هو بيبقى فيه ملح ليه اول ده جاي بملحه اه يعني ما جايبش الرز المستوي وهرسه لا في ناس تاخد معلقتين من رزها بص هو قواعد عامة ملح سكر اللبن المنتجات اول سنة لا اول سنة بتاعنا ناخد حبة كده ونهرأتهم لا بقى الاطفال الاولاد بيفضل ان احنا ما نبدأش اي بقوليات عشان حساسات البقوليات بقى عشان اه قليمية الفول وكده ممكن ايه يلا الشهر التامن الشهر التامن هيجيلنا اهو التامن بقى هنبدأ نزود الاكل بقى ايه زي ما اتفقنا هو كان كل نوعين تلاتة فاكهة هنبدأ نزود له نوع تاني كان بيأكلها مهروسة خالص نعم ما ممكن نزود القوام بتاعها شوية بس زي ما قلنا من شوية ايه احنا بنزود كمية الاكل مهم جدا يعني انا دايما بقولي الام ايه خلي الطبق يتبقى فيه بلاش فكرة ان هو ايه لازم يخلصه اه لازم يتبقى اتبقى دي بهو شفعين يعني لو خلصوا كله يبقى ممكن اليوم اللي بعد تزود الكمية شوية تمام كويس الا طبعا لو احنا وصلنا لو احنا لقينا الطفل ده بيزيد وزن معدلات زيادة لأ هنزبط القصة دي لكن انا بتكلم في العادي انا بتديره الكمية اللي خلاص هو نفسه هو مش قادر بالضبط هو خلص الكمية خلاص هو نفسه يبقى يعني انسان هو مش هيتكلم يقول مش قادر بس هيتفتف خلاص هيروح يلعب يسيبك يمشي باعريك انه شبك وهي هتحس بيه والام دايما بلغة بينها وبنت فلوها تعرف ازاي بيشفع طبعا طبعا عايزة اسأل حضرتك سؤال ليه لحمة وفراخ ومش سمك ينفع اي بروتين ينفع اي بروتين اه طبعا تمام والسمك على فكرة اكثرهم فائدة يعني هو افضل ان احنا ندخل سمك كل البروتين المقصود دايما يقول دايما ادي اختراحات تمام زيما هرتك قلت دا قماشة وهو اللعب بيش البروتين كله ما سموح بيه تمام بس البيض بنستنى عليش ليه البيض بنستنى اشمعنا البيض قولنا ناخد رأي الدكتور لانه البيض هو البروتين بتاعه قريب جدا من البروتين الحواني الموجود في اللبن واللحوم قريب بس مش زي البيض تمام عشان كده لو منعنا اللبن في الطفل في غالب ما ممنعنا على البيض نعم عندنا بقى الشهر التاسع اللي هو اه هنا بقى حبيبي والبي بقى بقى حيو الجزء اه ندي بقى نديله حاجات ايه يمسكها في ايده اه شريحة جاء طبع خلاص علم الماضغ بقى يمسك حاجة عضعة بقى ممكن يبدأ يمشي بالزبط بقى ندي الحاجات اللي بس شريحة كبيرة الله يخليك بلايش شريحة صغرنة اه حاجة كبيرة دي مش تدخل وتققى بعد الشر لا لا حاجة كبيرة حاجة كبيرة رد الكفة بزبطة اللي ما تدخلش بقى إلا لو بقى يعني ايه شبرة بقى شريحة تفاح حاجات طريقة بقى يعني الكمتر حاجات طريقة الكفاح الطريق تفهمين كده دا يا اخدها اه 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 لما ديش جوافها مسا عشان جوافها فيها مثلا بذر فممكن يشرب او كده يعني نعارف الأمهات بتحب تسمع كلام عيش بقى فيه ناس تقول لك إيه العيش الحافي ربي كتافت كل شوية تدي حتة عيش لولادها يا رأيك إيه لا يعني هو العيش ده ناشويات فهو زي وزي يعني أنا قصدي بس إن الأم شافت اختراحات متنوعة فلو هاكل عيش مثلا يبقى مش هاكل لازم مش هاكل باكل رز في نفس اليوم خلاص كده بقى ومش لازم أكل في نفس اليوم برضو سيريال فتوازن يعني لكنها معداش مشكلة في العيش بطبعا بس يكون بجولة بس مايباش هو ده السناك يعني مايباش هو ده اللي يعني أكل الرز وأكل السيريال وبعدين بيحلي بقى بحتة عيش لأ ومسكها طول الوقت لا خلي السناك بتاعتنا هيبقى ايه فضار وفاكها تمام ده قافية طبعا الشهر التاسع الشهر العاشر من عشر الاثناشر بقى خلاص بقى احنا قرار بنا نجوزه فنبدأ نردع عادي طبعا نستمر رضاعة زي ما اتبعنا ودايما بيقول معلومة مهمة جدا بدينسها الأمهات وده ما بيأكلش خالص وهي بيرضع عمال على بطال فأنا بقولها هو بيأكل كشري فمش هيكل لحمة فلازم يجوع من رضاعة 3-4 ساعات عشان برضو الأم تبدأ تردع تردع تقلل رضاعة تباعد ده مفطام جزئي أقلل رضاعة واحدة واحدة وأبدأ أزود في ده من الشهر العاشر التقليل الرضاعة من أول ما بدأ يأكل ساتش من ست شهور أو من أربع شهور في الاستثناءات اللي احنا قولنا عليها نبدأ نزود بقى الأكل بقى أكل بقى خلاص ونبدأ هو نعلمه ممكن تلاقيه غلس شوية وعايز يمسك المعلقة فتمسك المعلقة بإيده وتبدأ يأكل نفس سفار البيضة بمناسبة سفار البيضة بس في ناس تحب البيضة البرشت اللي هو العرفو اللي هو نص ساعة في ناس بتقولك خلط لا لا أفيد إن السفار ده مش مستوي كويس لا 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 هو أفيد غزائيا لكن ما فوش أدرات والني خالص هو اللي ممكن فيه مشكلة والمستوي خالص أقل في وجود الحساسية شوية لكن القيمة الغزائية العالية في اللي هو الفرشت أول نص سوا نص سوا كل بقى كل حاجة فراخ مطخونة بقى أول حاجة حاجات أول عصير في فرشت بدون سكر ويفضل عصير في فرشت متبقاش منتظمة يعني يعني يوم أو يوم لأ مبقاش رضعة العصير عشان إيه ده تفطم على العصير الكلمة المشهورة تفطم على العصير وإيه وخرب بيتنا في العصير من بره علب العصير بقى لما في إيد البيبي 24 ساعة ديات وعمال يشرب فيه بص أي حاجة فانيس بالسكريات عالية بتدي إشباع للطفل فالطفل ما يحسش بالجوع سهلة خلص الكياس بقى الحاجات البسكوتات والكياس والبطاطس الحدقة دي اللي بتتباع في المحلات أنا لأم اللي بتقول لي ما بياكلش بتاكل حاجة دي ولا ما تجليش لما تبطل حاجة دي في الظبط لما انت متقوليش أصلا بص هو عنده إحساس بالجوع ليه؟ لأنه بياكل حاجة دي فطالما عنده إحساس الجوع خلي إحساس الجوع دي أكل حاجة مفيدة تأكلي لي حاجات محفوظة وحاجات طب الرز والمالوكية ما فيش طفل ما بياكلها زي من الأساسيات عشان سهلة بس أكليها لأولادنا تنفع في السنة الأولى ولا بعد السنة الأولى عشان فيها ملح وفيها تقوم حاجة زي كده تألية الطاشر لكن سنة 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 ممكن يأكل كل حاجة اللي عايز أكله كوارع تأكله خلاص من أول سن السنة الطفل منطلق يأكل اللي هو عايزه وفي مدرسة تقول كل ما الدوائي كتير كل ما يطلع مش أكل حاجات ما بيحبه حاجات ما بيحبهاش بيأكل زي ما هو عايز ليه؟ مستقبلات الطعام مش موجودة أنا بيعلم هالو عشان كده الطفل اللي بيرضع طبيعية يمكن أقولت حاتك المعلومة دي من فترة الطفل اللي بيرضع طبيعية شاهدت وحسن بيرضع رضاعة خارجية ليه؟ طعامة مختلفة الأم كالت لحمة ينزل طعم اللحمة كالت مش عارفة ينزل طعمة مش عارفة شربت مخال كده يعني فبالتالي فده بيغير مستقبلات الطعام فأنا برضو نفس المبدأ أنا ميله والمستقبلات دي خضار وفاكة وحاجات فيطلع بيدوق كل حاجة وما عندوش مانع من أي حاجة إلا طبعا لو حاجة فيها حسية دي قصة تانية بالظبط